ايه هو تعريف المرأة النكادية يعني ما هو ده ليها psychological background يعني ليه واحدة تبقى متنكدة احيانا تبقى الستة حساسة قوي يعني تبقى شديدة الحساسية بطريقة مريضة يعني كلنا ممكن يكون عندنا حساسية لكن لما تبقى واحدة حساسيتها مريضة اي كلمة بتكون بتحصل او اي موقف بيحصل بيبالغ فيه قوي وبيتضخم بطريقة واسعة قوي وبتكون النتيجة ان هي بتبتدي بقى تفيل سوري فور هرسولف ان ده حصل فتبتدي بقى تاكت ان هي الشهيدة بقى فطبعا اما بتبتدي يحصل كده العياد بقى والنكد والزعيق وتبدل تكرار الكلام اللي بتقول يعني موقف حصل ممكن الزوك خلص وخلصنا تفتكروا وتفضل تعيد عليه اللي هي طول الوقت عايزة تعيش في دور الضحية في دور الضحية ده اللي أنا عايز اقوله بيسميها مارتر لايك كده ان هي طول الوقت عايشة في دور الضحية وطبعا احيان بقى ما تلاقيش استجابة فتبتدي يتعيط فالدموع تبقى دي سلاح المرأة الذي لا يقاوم طبعا فالرجل يبتدي يتدايق طبعا موقفين بيحصلوا ممكن ان هو يقولها انا مش قادر عايش بالطريقة دي ويتدايق ويتعب او ان هو يزعق فيها فتتنكد بزيادة فنخش بقى في سايكل كده وحشة قوي من الاسباب الرئيسية للنكد عموما او الست اللي مش مبسوطة يعني الغيرة احيان هي غيرانة على جزء من اي حاج حتى من شغله يعني احيان مفيش سبب يعني غيرانة فتبوص فوش فتبوص فوش انت مش مهتم بي انا مش number one في حياتك انت الشغلة عندك اهم انت بتبقى تخش في الموت دون طبعا هنكون غزبا عنه الحقيقة مثلا ضغوطات الحقيقة او متطلباتها خليها مشغول لكنيبعد ما بتقدر طبعا الرياكت بتاع الراجل على الحتة دي بيبقى كمان وحش لان هو ما سيقولك انا طلعان عيني طول اليوم وانا عمال اشتغل عشان خطرك وانا باجي البيت لان اي كين باوزة فوش طب هعمل اي قاعد في البيت جنبك طب ما لو قاعدت جنبك في البيت هنأكل وهنشرف ازاي وهنمشي البيت ده ازاي فاحيانا هي يعني غيرانة حتى من شغله ومتدايقة من كل حد او غيرانة مثلا انه راح زار اهله مثلا لأي سبب زي ما تكلمنا في حلقات قبل كده فتبتجي تثير عليه شو بيقولك من تعريفها يعني افساد اللحظة الرائعة يعني احنا بنتفنن في افساد اللحظة الرائعة يعني تكون اللحظة الرائعة مثلا يعني انا موقف مرة حصل مع قبل اللي عرفهم يعني خرجوا يتعشوا وهم بيتعشوا ومفروض ان هما خرجين في قاعدة يعني عشوة رومانسية وحاجة زي كده ابتدى يكلمها او هي ابتدت تكلم وباين على الفلوس والمصاريف وايه اللي حصل وهي هو بيتفع حكام وهي بتدفع حكام ان هي بتدفع اكتر وان هي اتقلبت العشوى الاخناء ومتعشوش وقاموا مشي طب وايه ليه نتكلم في الحاجات دي ده مش وقته طبعا لكن هي برضو كتعيشة في دور النكد المستمر واللي طلع تاكل وتتعشش ابتدت ايه تتنكد الراجل الغذب طبعا ده انا طلع عشيكي ويعني ونتكلم في حاجات كويسة ونوضى بحالنا طلع بقى تنقشيني في الفلوس ومش الفلوس والبتاع فشد معاها رح تشدها معاها ويعني حصل لايك سين في المعطعم كده وراحت في القصة ان هي قاموا هما الاتنين وما تعشوش يعني طبع الست يميل للنكد في بعض الاحيانية بعض الستات طبعهم يميل للنكد لان بيبقوا حساسين لان الست بتبعتها عطفية فالعطفة بتاعتها اذا ما حدش عارف يحتويها بتخش في مود الناكد ترجمة نانسي قنقر